حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده جد سعيد ما اسمك قال حزن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انت سهل فقال لا اغير اسما سمانيه ابي قال ابن المسيب فما زالت فينا حزونة بعد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي امية فقال اي عم قول لا اله الا الله كلمة احاج بهلاك عند الله عز وجل فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي امية يا ابا طالب اترغب عن ملة عبد المطالب قال فلم يزال يكلمانه حتى قال اخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفر ان لاك ما لم انهى عنك فنازلت ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم قال فنزلت فيه انك لا تهدي من احببت حثنا عفان حدثنا ابو عوانة عن طارق عن سعيدي بن المسيب قال كان ابي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الردوان فقال انطلقنا في قابل حاجين فعمي علينا مكانها فان كانت بينت لكم فانتم اعلموا حثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن طارق قال ذكر عند سعيدي بن المسيب الشجرة فقال حدثني ابي انه كان ذلك العام معهم فنسوها من العام المقبل ابي ممن بحاجين